مرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أغلو اللي فاز على مرشح حزب أردوغان قبل أن يتم إلغاء الانتخابات والإعلان أنعى عن إعادتها في الثالث والعشرين من الشهر المقبل له رأي خاص في وسائل الإعلام التركية وتحديداً وكالة الأنضول النشطة جداً على مواقع التواصل ففي مقابلة خاصة مع العربية كشف عن مخالفات غير مسبوقة للوكالة الحكومية كما أكد أن نتقتهم بها وصلت إلى الصفر دعونا نرى إيش قال لم أعني تشكيل وكالة أنباء مختلفة بالمحصيلة وكالة الأنضول هي وكالة حكومية طلبت تشكيل مجموعة خاصة بنا تدير هذه الغاية أي الانتخابات أنا صاحب حق وكل إنسان ضمن هذه المجموعة هو صاحب حق لأن موظف الوكالة يقبضون رواتبهم مني ومن بقية المواطنين من الضرائب التي ندفعها للعمل قواعد عليهم أن يكونوا منصفين في التعامل مع الجميع والتعاطي مع أي صنف من أصناف الأخبار بمهنية التعامل معها كخبر دون تقييم أو تحليل شاهدنا فترة ما قبل الانتخابات وأثناءها وما بعد الانتخابات رأينا أنهم كانوا طرفا ولم يتعاملوا مع الأخبار بحيادية ما قامت به الأنضول من رزالة إعلامية يوم الحادي وثلاثين من مارس الماضي لم يسبق لنا أن جهدناه عالميا كانوا يعطون أخبارا سيئة نحن بدورنا أظهرنا كم كانوا سيئين معنا وأظهرنا للعلن كم كانوا مخطئين بحقنا وأنا إذا لم يتم تغيير إدارة الأنضول ومن يقوم بإدارة الوكالة سيكون اعتمادون على الأنضول قد تراجع إلى الصفر بناء عليه سنتشارك المعلومات في الانتخابات القادمة مع المجموعة الإعلامية الجديدة كوكالة أنباء وسيتم التعامل معها وبث الأخبار الصحيحة للجميع على سبيل المثال أنتم كوسيلة إعلامية سنقدم لكم الأخبار الصحيحة لا كما تردكم لأن وكالة الأنضول غير معتمدة من قبلنا وأخبارها غير صحيحة